بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة طلبات الصف الثالث الثانوي التجاري في حلقة جديدة من حلقات مادة الإحصاء لشعبة التسويق وسوق المال وشعبة التأمينات وشعبة الإدارة جميع الشعب معادة شعبة القانون مادة الإحصاء من المواد المهمة جدا 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 ومن المواد الشيقة اللي الأسئلتها بتيجي بثورة لذيذة أول حاجة النهاردة هنبتدي نتعامل مع بعض في مادة الإحصاء وهنشوف إيه الموضوعات المهمة اللي ممكن نتعامل مع بعض فيها النهاردة عندي من الموضوعات دي موضوع الاحتمالات موضوع التوزيع الطبيعي موضوع العينات موضوع الارتباط والانحضار والسلاسل الزمانية دي موضوعات علم الاحصى اللي عندي وكلها موضوعات سهلة وبسيطة جدا جدا وتعالوا مع بعض نبدأ حلقتنا بمجموعة اسئلة من امتحانات سابقة وان شاء الله تكون فيها افكار تكون محتاجينها وتقربكم من النجاح بخطوات تعالوا نبدأ حلقتنا ونقول اول حاجة هنراجع على مادة الاحصى للصف السادس سنوي التجاري اول حاجة عايزين نرجعها موضوع سهل جدا اسمه موضوع الارتباط والانحضار او العلاقة بين الارتباط والانحضار موضوع العلاقة ده من الموضوعات السهلة جدا بيقول لي العلاقة دي بتقول ان الارتباط بيسوي جزر معاملي الانحضار جزر معامل الانحضار صاد على سين في معامل الانحضار سين على صاد يعني الره بتسوي جزر الاف في جيم طيب لما الره تكون بتساوي جزر ألف في جيم لو أنا عاوز أحسب قيمة الألف أو الجيم لو عاوز أحسب قيمة الألف بقوله الألف بتساوي ره تربيع على جيم لو عاوز أحسب قيمة الجيم بقوله الجيم بتساوي ره تربيع على ألف طيب لو عاوز أحسب قيمة الره بقوله بيساوي جزر ألف في جيم الموضوع سهل جدا 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 وبسيط وتعالى نشوف مع بعض بعض التمارين على هذا الموضوع يقول لي إذا علمت أن معادلة انحضار صاد على سين هي الصاد بتساوي 6 من 10 سين زائد 4 و 2 من 10 خلي بالك السين اللي عندي قبلها رقم الرقم ده اسمه معامل انحضار صاد على سين أو معامل سين ورجع قال لي ومعادلة انحضار سين على صاد سين بتساوي 25 من 100 صاد زائد 2 و 3 من 10 السين بتساوي 25 من 100 صاد فيه رقم قبل الصاد ده اسمه معامل صاد أو معامل انحضار صاد هنا عايز أقول لك إيه بقى اللي قبل السين ده اسمه الألف واللي قبل الصاد اسمه الجيم طيب هنا طالب مني يحسب معامل الارتباط بين الزهراتين سين و صاد هقوله بمنتهى البساطة كده أنا حددت الألف وحددت الجيم حضرتك عايز معامل الارتباط اللي هو اسمه الره معامل الارتباط اللي هو اسمه إيه الره هتقولي طيب أنا حددت الألف بكم قلتلك بستة من عشرة وحددت الجيم بكم قلتلك بخمسة وعشرين من مية طالب مني إيه طالب مني الره افتكر كده قانون الره لما قلناه قلنا الره بيساوي إيه جزر ألف في جيم طيب كده أنا معايا الألف بستة من عشرة ومعايا الجيم بخمسة وعشرين من مية أعوض في القانون أقولي الره بيساوي جزر ألف في جيم دور كده على الألف مرة تانية معايا أنا سمعك أنت بتقولي خلاص أنا عرفت الألف هي قيمته كام ستة من عشرة دور على قيمة الجيم قلتلي الجيم بخمسة وعشرين من مية يلا أعوض في القانون هتقولي الره بيساوي جزر ألف في جيم يعني جزر ستة من عشرة في خمسة وعشرين من مية الره بيساوي كام تسعة وتلاتين من مية لازم نفتكر قعدة مهمة كلنا مع بعض ان لازم الالف والجيم والره يكون لهم نفس الاشارة بمعنى يا مصطر بمعنى لو الالف موجب والجيم موجب الره كمان لازم اعملها موجب لان احنا عارفين ان قيمة الجذر لازم بتدي سالب او موجب طيب انا كده محتار اعمله طاردي ولا عكسي اقولك لأ احنا محددين قعدة من اول الشرح بتقول ان الالف والجيم والره لهم نفس الاشارة يعني حضرتك هتقولي ان الالف موجب والجيم موجب اذا وانا مغمض الره كمان لازم هتطلع موجب طيب اذا كانت الالف سالب والجيم سالب الالة هنا هتطلعها موجب اقوله لا الالة هتطلعها موجب زي ما ايه عايزة ولكن انا عارف ان ناتج الجذر بيكون سالب او موجب بكيمة اللي جوه الجذر هنا تقولي ايه بقى تقولي بعد ايه اذنك يا مصطر لو الالف سالب والجيم سالب انا كمان هخلي الره سالبة يبقى كده عارفت نوع معامل الارتباط من خلال مين ومين الالف والجيم لو الالف والجيم موجبات يبقى الره موجبة يبقى اذا حضرتك الره هنا ترضي أما لو الألف والجيم بالسالب يبقى الرهي كمان بالسالب وهتكون ارتباط عكسي يبقى لما نرجع للتامنين تاني هتقول لي الألف 6 من 10 والجيم بـ 25 من 100 الرهي أجيبها إزاي؟ قلتلك قول الرهي بتساوي جزر ألف في جيم حضرتك الرهي بتساوي جزر 6 من 10 في 25 من 100 يطلع رهي بتساوي 39 من 100 التساوي 39 من 100 هنا تبقى إيه؟ هتبقى رقم موجب ليه؟ لأن الألف موجب والجيم موجب نشوف تمرين تاني مع بعض كده الرهي 39 من 100 أنا قلت كده إيه؟ قلت الترضي علشان موجب وطبعا متوسط علشان لما نقرب تساوي 39 تبقى 4 من 10 طيب عندي كمان تمرين على موضوع الاحتمالات إذا كان احتمال بيع السلعة ألف ب5 من 10 واحتمال بيع السلعة به ب4 من 10 واحتمال بيع أي من السلعتين 7 من 10 يعني أي من السلعتين يبقى ألف أو به أي من السلعتين احسب احتمال بيع السلعتين معا واحتمال بيع السلعة ألف وعدم بيع السلعة به التمرين ده مهم جدا 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 وفيه فكرة لذيذة في الاحتمالات ساعتك لما بصيت على التمرين بتقول لي ألف تقطع به بيساوي ألف زائد به ناقص الاتحاد إيه اللي خليك قلت ألف تقطع به؟ لأن حضرتك في التمرين قلت لي واحتمال بيع أي من السلعتين اللي هو الاتحاد يبقى حضرتك مدين الاتحاد وعايز بيع السلعتين معا اللي هو التقطع يبقى التقطع بيساوي ألف زائد به ناقص الاتحاد يبقى ساعتك لما تروح تعملها هتقول لي احتمال ألف تقطع به بيساوي احتمال ألف زائد احتمال به ناقص احتمال الاتحاد اللي عندي يبقى خمسة من عشرة زائد اربعة من عشرة ناقص الاتحاد كان بسبعة يبقى التقاطع باثنين طب كان عاوز كمان احتمال بيع ألف وعدم بيع به يعني يبيع ألف وعدم بيع به يعني ألف فرق به أو ألف تقاطع به شرطة يبقى ألف فرق به أو ألف تقاطع به شرطة خد بالك من ألف تقاطع به شرطة دي لما حولناها خلناها ألف فرق به تب ليه قلنا ألف تقاطع به شرطة فكر كده لأن لما قول بيع ألف يبقى احتمال ألف وتبقى تقاطع عدم بيع به تبقى به شرط لما ترجمناها لقيناها ألف فرق به بتساوي دايماً أي فرق في الدنيا بيساوي الأول ناقص التقاطع يبقى احتمال ألف ناقص احتمال ألف تقاطع به يعني 6 من 10 ناقص 4 من 10 بيساوي 2 من 10 يبقى قلت احتمال ألف ناقص احتمال التقاطع طيب عندي كمان إذا كان احتمال ألف ب7 من 10 واحتمال به ب5 من 10 واحتمال الاتحاد ب8 من 10 هو مديني ألف بكام ب7 هنا تمرين جاهز ومديني به ب5 ومديني الاتحاد ب8 عاوز التقاطع أو لو منتهى البساطة التقاطع بيساوي إيه ألف زائد به ناقص الاتحاد طبعاً ألف زائد به ناقص الاتحاد الألف بكام ب7 من 10 والبه ب5 والاتحاد عندي ب8 يبقى بيساوي 4 من 10 تاني مطلوب كان عايز احتمال به فرق ألف ده هنا قال به فرق ألف يعني قال به الأول يبقى دايماً أي فرق بيساوي الأول ناقص التقاطع يبقى البه ب5 ناقص التقاطع ب4 يطلع 1 من 10 آخر مطلوب كان عاوز احتمال ألف شرطة تقاطع به شرطة كان عاوز احتمال ألف شرطة تقاطع به شرطة خد بالك أن الشرطة على الألف وعلى البه يعني قال لي ألف شرطة تقطع به الشرطة أقول له على طول واحد ناقص الاتحاد لما تلاقي الألف شرطة الألف عليها شرطة والبه كمان شرطة قوله واحد ناقص العكس العكس إزاي جوه هنا كانت تقطع أخليه أنا برة إيه؟ اتحاد والعكس يبقى واحد ناقص الاتحاد يبقى واحد ناقص تمانية من عشرة بيساوي اتنين من عشرة طب عندي سؤال بيقولي أكمل احتمال ألف شرطة اتحاد به شرطة بيساوي واحد ناقص إيه اللي احنا لسه قايلنا بيساوي واحد ناقص التقاطع أنا بعكس إذا كان نون مجسين صاد بيساوي مجسين في مجس صاد خلي بالك ده البسط بتاع قانون بيرسون لو البسط الجين واليمين بيساوي الجنب الشمال يبقى طبعا الناتج صفر يبقى معامل الارتباط بيساوي صفر ولا يوجد ارتباط السؤال ده جميل جدا عرف الاحتمال والعينة والحصر الشامل كلنا شطار وعارفين ان الاحتمال هو نسبة تحقق الحدث بالنسبة للمجموعة الشاملة الاحتمال هو نسبة تحقق الحدث بالنسبة للمجموعة الشاملة أو الكلية طب العينة العينة يقوم البحث فيها بدراسة جزء معين أو نسبة معينة من أفراد المجتمع الأصل يبقى ان العينة بناخد جزء معين من المجتمع الأصل أما الحصر الشامل بيقوم الباحث بدراسة جميع أفراد المجتمع موضوع الدراسة أكمل هناك أسلوبان لجمع البيانات اللي هم إيه طبعا؟ الحصر الشامل والعينة من مزايا العينة العشوائية الطبقية فيها مزايا العينة العشوائية الطبقية نقولها مع بعض أدق تمثينا للمجتمع ويقل فيها خطأ الصدفة والتحيز دي العينة إيه؟ العشوائية الطبقية طيب عملية التنبؤ بقيمة أحد المتغيرين بمعلومات الآخر تعرف بأنها طبعا الانحضار طيب مقياس إحصائي يقيس قوة أو شدة العلاقة بين متغيرين طبعا الارتباط أكمل الحدث نقطة والحدث الذي لا يمكن وقوعه مش ممكن يقع يبا ده حدث إيه؟ حدث مستحيل قلنا المقياس الإحصائي يقيس شدة العلاقة بين الظواهر اللي هو الارتباط طيب الوسط الحسابي للتوضيق الطبيعي المعياري الوسط الحسابي للتوضيق الطبيعي المعياري بكاما جماعة بصفر والانحراف المعياري بواحد صحيح عندي تجربة ظهرة النارد من التجربة المهمة جدا اللي عايزك تركز فيها ومشهورة جدا في الامتحانات طبعا في تجربة إلقاء حجر نارد مرة واحدة وملاحظة الوجه الظاهر لو أنا سألت حضرتك جبت المكعب بتاع ظهرة النارد دهيت وقلتلك لو سمحت المكعب ده فيه أرقام من كام لكام اللي لعب السل المتعبان أو ظهر الطاولة أو ظهر النارد أو كلم ده كله بيبقى فيه أرقام من واحد لستة يبقى أي تجربة ظهرة نازل لازم أقوله إيه الفه اللي هو فضاء العينة واحد أو اتنين أو تلاتة أو اربعة أو خمسة أو ستة يبقى كده جبت الفه بتساوي واحد أو اتنين أو تلاتة أو اربعة أو خمسة وستة ده فضاء العينة وبالمناسبة يتعريف فضاء العينة هو جميع النواتج الممكن طيب جبت فضاء العينة واحد او اتنين او تلاتة او اربعة او خمسة او ستة شوف بقى حدك عاوز ايه في السؤال لقيته بيقول لي احتمال ظهور عدد فردي ايه العدد الفرديه اللي عندي الواحد والتلاتة والخمسة يبقى الاحتمال دول تلات عناصر من اصل كام؟ ستة يبقى تلاتة من اصل ستة يبقى الاحتمال بيساوي تلاتة على ستة او نص طيب احتمال ظهور عدد زوجي تقول لي الاتنين والاربعة والستة برضو تلات عناصر من اصل ستة يبقى تلاتة على ستة فيها النص طيب عدد اولي علشان ما نخش في الشرح كتير الاعداد الاولي اللي عندك الاتنين والتلاتة والخمسة الاتنين والتلاتة والخمسة يبقى هنا الاحتمال برضو تلات عناصر من اصل ستة يبقى نص طيب احتمال ظهور عدد زوجي واولي يكون زوجي واولي في نفس الوقت ما عنديش في الاعداد كلها عدد زوجي واولي غير الاتنين مش هتلاقي اي عدد تاني زوجي واولي اللي هو رقم اتنين يبقى العدد اتنين ده هو عدد زوجي وايه واولي طيب عندي كمان اه ده التمرين اللي احنا حليناه مع بعض دلوقتي احتمال ظهور عدد اولي اتنين وثلاثة وخمسة واحتمال ظهور طبعا الاحتمال ثلاثة على ستة فيها النص واحتمال ظهور اه عدد زوجي اتنين واربعة وستة يبقى برضو الاحتمال ثلاثة على ستة فيها النص الحقيقة عندي تمرين على العينات وده تمرين سهل جدا بيقولي مجتمع مكون من خمس طبقات الطبقة الاولى الف ومتين الطبقة التانية اللي ميم اتنين بألف وثمنمية والطبقة التالتة ميم تلاتة بألفين والطبقة الرابعة ميم اربعة باربعة تلاف والطبقة الخمسة او ميم خمسة بألف عايزك تمسك القلة الحزبة كده وترجع معايا الطبقات دي تاني احنا قلنا ميم واحد بألف ومتين وقلنا ميم اتنين بألف وثمنمية وميم تلاتة بألفين وميم اربعة باربعة تلاف وميم خمسة بألف ممكن تجمعهم لي كده بالقال الحزبة انا مستني كون طلعوا كام؟ حتك بتقول لي ألف ومتين زائد ألف وثمنمية ادي تلات تلاف زائد ألفين خمس تلاف زائد أربعة تلساعة تلاف زائد ألف عشر تلاف يبقى هنا مجموع المجتمع كله كام؟ عشر تلاف قال لي يرى التوزيع عينة مكولة من خمسمية مفردة بالتوزيع المتناسب خلي بالك عايز يوزع كام؟ خمسمية مفردة وحجم المجتمع انت قلته كام؟ عشر تلاف امسك كل طبق اقسمها على حجم المجتمع واضربها في حجم العينة يبقى ساعتك هتقول لي نون واحد بتساوي ألف ومتين على عشر تلاف وخمسمية نون اتنين ألف وثمنمية على عشر تلاف وخمسمية نون تلاتة ألفين على عشر تلاف وخمسمية نون أربعة أربعة تلاف على عشر تلاف وخمسمية نون خمس ألف على عشر تلاف وخمسمية يبقى انا باخد حجم الطبع على حجم المجتمع في حجم العينة طلعت الاولى 60 طلعت التانية 90 طلعت التالتة 100 الرابعة 200 الخمسة 50 لازم حضرتك تجمعهم بعد ما اتطلعهم اللي هي مصدر تعال كده اجمع وانا اقول لك 60 زي 90 150 و 150 و 250 و 250 و 500 خدت بالك انها نفس ال 500 بتاع حجم العينة اه يبقى لازم اللي يطلع معك في النواتج يكون قد العينة المتوزعة يبقى ده كان تمرين على العينات باستخدام اسلوب التوزيع المتناسب اما اسلوب التخصيص الامسر او التوزيع الامسر بيجيب لي الطبع وحجم الطبع والانحراف يبقى كده مسألة سليمة او ممكن يجيب لي التباين واتفقنا مع بعض في حلقات الشرح ان عمري ما بشتغل في التباين بتاعي منهج الاحصى كله منهج الاحصى لو اداني تباين اجزره علشان اجيب انحراف اي مسألة سواء في التوزيع الطبيعي سواء في العينات لو ادك تباين اوعى تشتغل بالتباين لما يدي تباين اجيب جزر التباين علشان اقدر احصل على الانحراف المعيالي بقدر اشتغل بقى بالانحراف المعيالي ده طبعا طبعا قلص اقدر اشتغل بالانحراف المعيالي علشان كده لما ببص في التمرين بتاعي بيقول لي هو هنا مديني ايه الطبقة الف وبه وجيم حجم الطبقة 240053 لانحراف المعيالي 4-5-10 ما عنديش مشكلة ده اسمه تمرين جاهز فما عنديش أي مشكلة في التمرين اللي قدامي ليه ما عنديش مشكلة؟ لأن الدين انحراف معياري جاهز طيب المطلوب إيجاد عدد المفردات من كل طبقة لعينة عشوائية قدرها 390 مفردة باستخدام التوزيع الأمثل نشوف مع بعض كده هقوله الطبقة ألف بهجيم اللي مديهلي في التمرين حجم الطبقة موجود في التمرين أهو ألفين أربعة خمسة أهو ألفين أربعة خمسة سجمة هي أو الانحراف المعياري أربعة خمسة عشرة كانت موجودة في التمرين تمام؟ كده أنا نقلت أول ثلاث خانات اللي هما بتقع التمرين نقلتهم قدامي كويس جداً وبعدين؟ هقوله بقى بمنتهى البساطة تعالي نضرب حجم الطبقة في الانحراف المعياري يعني تضرب ألفين في أربعة إداك أول خانة اللي مكتوبة بالأحمر ده؟ بكام؟ ألفين في أربعة بثمان تلاف إضرب أربعة تلاف خمسة بعشرين ألف إضرب خمس تلاف عشرة بخمسين ألف من فضلك اجمع العمود ده أنا مستنيك أهو امشك الأهل الحسبة واجمع هيدي لك تمانية وسبعين ألف خد بالك بقى من الخطوة دي وركز معايا في اللي هنقوله ده عشان دي أسهل حتة في المسألة وأهم حتة هتقول لي شايف التمن تلاف اللي صرقت دي؟ الأولاني بتاع الطبقة ألف اقسمها على الكام على التمانية وسبعين ألف اقسمها على الكام على التمانية وسبعين ألف واضرب في حجم العين اللي هي تلتمية وتسعين يقوم يدي لك كام؟ أربعين مفرده يبقى كده اخترت من الطبقة الأولى أربعين مفرده تاني تمن تلاف على التمانية وسبعين في التلتمية وتسعين اللي عندك في المسألة طب نفس الكلام ينطبق على التطبقة التانية طبعا الطبقة به عشرين ألف على التمانية وسبعين ألف في تلتمية وتسعين يدي لك مية تالت حاجة خمسين ألف على التمانية وسبعين ألف في تلتمية وتسعين يديني متين وخمسين بعد ما اتخلص اجمعهم كلهم لازم يطلع التلتمية وتسعين اللي عندك يبقى هنا قدرت احصل على حجم العينة من كل طبقة بمنتهى البساطة عندي تمرين جميل جدا على معادلة انحضار صاد على سين وطبعا في معادلة انحضار صاد على سين لما يديني جدول انا بعمل جدول لما يديني جدول سين وصاد عشان ما يديني جدول مجموع سين ومجموع صاد و hoc اعمل جدول لا طبعا انا بقول لما يديني جدول في قيم سين وقيم صاد بعمل جدول من 4 خانات يبقى بعمل جدول من كام؟ من 4 خانات اما الارتباط 5 خانات يبقى اي انحضار 4 خانات والارتباط 5 ارتباط بيرس فهنا مسألتي بيقول لي ايه سين بـ 2.3 وـ 7.8 وـ 4.6 والصاد ب2 و3 و5 و2 و3 و5 ادي سين و ادي صاد المطلوب حساب معادلة انحضار صاد على سين ومنها اوجد افضل قيمة لصاد عندما سين بتساوي 20 خلي بالك عايز معادلة انحضار صاد على سين وكننا احنا مع بعض لما قلنا معادلة انحضار صاد على سين هسألها لك وسميها معادلة أب هسميها معادلة أب ليه أب لاني بستخدم فيها ألف وبه وقبل أب وقبل اي حاجة انا هعمل جدول من اربع خنات حد يفكرني بيهم قلتلي السين والصاد والسين في صاد والسين تربيع يبقى انا قلت ايه تاني في معادلة من حضار صاد على سين جدول من اربع خنات خنت السين وخنت الصاد بنقلهم من ورقة الاسئلة اللي هم 237 846 دي السين و235 235 دي الساد أبتدي أجمع خنات السين القاها 30 أجمع خنات الصاد القاها 20 تعالوا بقى مع بعض نضرب خنات السين في خنات الصاد يبقى 2 في 2 ب4 3 في 3 ب9 7 في 5 ب35 2 في 8 ب16 4 في 3 ب12 6 في 35 اجمع بمية و6 حضرتك كده جبت خنات السين صاد وكان معاك خنات السين وخنات الصاد فقد خنات السين تربيع السين تربيع دي عبارة عن ايه بضرب السين في نفسها 2 في 2 ب4 3 في 3 بتسعة 7 في 7 49 8 في 8 64 4 في 4 16 6 في 6 36 وأجمع يديني 178 كده عملت كم خنات زي ما اتفقنا 4 خنات نقولهم تاني خنت السين والصاد أنا نقلتهم من رئة الأسئلة خنت السين في صاد درات السين في صاد خنت السين تربيع درات السين في نفسها في نفسها يا جماعة مش في اتنين عشان في ناس بتطلقبط في جوزية دي بضرب السين في نفسها يعني السين بسبعة يبقى 7 في 7 مش 7 في 2 يبقى السين في نفسها السين بتمانية يبقى 8 في 8 سين باربعة يبقى 4 في 4 عملت الجادول بتاعي 4 خنات خليك فاكر إن الجادول ده هو اللي هيشغلك في القوانين بتاعتي اللي هيشتغل عليها دلوقتي أول قانون هجيبه أقدر هجيب قانون الألف اللي هو نون مجسين صاد نقس مجسين في مجس صاد على نون مجلسين تربيع نقص مجلسين لكل تربيع بعد كده بجيب قانون البه اللي هو مجلس صاد ناقص ألف مجلسين على نون بعد كده بعمل المعادلة معادلة تنحضار صاد على سين الصاد بتساوي ألف سين زائد به تعالوا نشوف مع بعض الجدول قدامي على الشاشة هو مجموع صين كان كام عشان نحتاج الأرقام دي عايزك تفتكرها دلوقتي معايا كده مجموع صين كان كام كان تلاتين مجموع صاد عشرين مجلسين صاد مية وستة مجلسين تربيع مية تمانية وسبعين يلا نعوض بالقانون اللي قلنا عليها يبقى الألف نون في مجلسين صاد ناقص مجلسين في مجلس صاد على نون في مجلسين تربيع ناقص مجلسين لكل تربيع النون عددهم كانوا كان قيمة في الجدول اللي في قارقة الأسئلة ست قيم السين كانت ست قيم والصاد كانت ست قيم يبقى الألف بتساوي ستة في مية وستة اللي هي مجلسين صاد ناقص مجلسين تلاتين في مجلس صاد عشرين على ستة في مجسين تربيع ناقص مجسين في نفسها ليه تلاتين في تلاتين او تلاتين في كل تربيع يطلع عندك الالف بعلامة 214 او علامة 21 زي ما انت بتحب تختصر البيه بيساوي بقى مجسات ناقص الالف مجسين على نون طيب خد بالك ان المجسات كان بعشرين ناقص الالف كان علامة 214 في مجسين بتلاتين على النون بكام بستة امسك قلتك الجميلة كده انا مستنيك تحسبها هو هتقول لي عشرين الاول بتعمل شرط تكسر فوق عشرين ناقص علامة 214 في 30 انزل بالسهمل تحت وكتب ستة دوس يساوي طلعتها كام برافو عليك طلعت اتنين علامة ستة وعشرين تعالوا نشوف بقى المعادلة يبقى الصاد بتساوي السين زايد به تمام يبقى الصاد بتساوي علامة 214 سين زايد اتنين علامة ستة وعشرين دي معادلة انحضار الصاد على سين لو طلب افضل قيمة اقولك لتقدير قيمة صاد عندما سين عشرين او افضل قيمة الصاد عندما سين بعشرين بعوض في المعادلة اللي فاتت ده مكان سين اعمل قصين وحطي فيها العشرين يبقى تقول لي الصاد بتساوي 214 من الف فيه عشرين زايد اتنين ستة وعشرين تطلع صاد بتساوي ستة واربعة وخمسين من مية بمنتهى البساطة ادلنا نحل التمرين وخطواته سهلة وجميلة بس لازم حضرتك تكون عارف القوانين بتاعتك والقواعد السليمة بتاعتك ممكن التمرين ده يجي بصورة تانية اه طبعا من البيانات الاتية للظاهرة سين سين وصاد مديني مجموع سين ب42 ومجموع ساد ب24 والنون ب6 ومجسين تربيع ب322 ومجسين ساد ب184 اوجد افضل قيمة لصاد عندما سين ب15 خد بالك التمرين ده فيه فكرة جميلة جدا ما قالش هو عايز معادلة انحضار صاد على سين ولا عاوز معادلة انحضار سين على صاد تقول لي يعني ايه انا اشتغل بالمزاج اقولك لا طبعا ما هم اديك مفتاح الحل في اوجد افضل قيمة لمن بقى لصاد يبقى عايز معادلة انحضار صاد على سين طب اعمل جدول من اربع خانات يا مصدر لك ليه ما انا امديك مجموع سين جاهز ومجموع صاد جاهز ومجموع سين تربيع جاهز ومجموع سين جاهز يبقى ساعدتك الاربع خانات اللي كنت عاوز تعملهم احنا امديك نواتيجهم هو انا امديك النواتيج خلاص جاهزة يبقى ده اسمو تمرين جاهز تقدر على طول تطبق القوانين مباشرة يبقى الالف بيساوي نون في مجموع سين صاد ناقص مجموع سين في مجموع صاد على نون في مجموع سين تربيع ناقص مجموع سين لكل تربيع وبناء على ايه قلنا الاف لان معادلة انحضار صاد على سين عرفتها منين يا مصدر اوجد افضل قيمة لصاد جبنا الالف قلنا 684 ناقص 42 في 24 على 6 في 322 ناقص 42 لكل تربيع يبقى الالف ب57 من مية طب البيه قلتلي مجموع صاد ناقص الف في مجموع سين على نون يبقى البيه بيساوي 24 ناقص 57 من مية اللي هي قيمة الالف في 42 اللي هي قيمة السين على 6 يطلع بواحد من مية وبكده تقدر تعمل معادلة انحضار صاد على سين الصاد بتساوي الالف سين زائد به يبقى الصاد 57 من مية سين زائد واحد من مية ولتقدير قيمة صاد عندما سين بخمستاشر يبقى الصاد بتساوي 57 من مية سين زائد واحد من مية يبقى الصاد بتساوي 57 من مية في 15 زائد واحد من مية بـ 58 وخمسين حاجة كده بمنتهى البساطة وخذنا تمرين في قيم في جدول وقيم في بيانات جهزة نشوف مع بعض كمان تمرين من التمرين السهلة وده تمرين عن معامل ارتباط برسن تمرين على معامل ارتباط برسن ومعامل ارتباط برسن من الاسئلة الشائعة اللي بتيجي كتير جدا مديني ظاهرتين سين وصاد الظاهرة سين فيها 4 و 5 و 6 و 5 و 2 و 3 و 10 عن 7 قيام والظاهرة صاد 9 و 2 و 3 و 3 و 2 و 4 و 5 7 قيام احسب معامل ارتباط برسن وبين نوعه ودركته طيب احنا اتفقنا قبل كده ان الانحضار اربع منه اربع خانات اما الارتباط خمس خانات هقول السين والصاد انقل خنتين السين والصاد من ورقة الاسئلة زي ما حدرتك شفت اهو ادي خانة سين وخانة صاد نقل تهم بالظبط اهو وجمعتهم طلعت سين 35 صاد 28 خانة صاد خانة سين صاد بدرب السين في صاد يعني اربعة في تسعة في ستة و تلاتين اتنين في خامسة بعشرة تتف ستة في طمانتاشر تتف خمسة بـ خمسطاشر اتنين في اتنين باربعة تتف اربعة بـ اتناشر في خمسة في عشرة بـ 50 ضربة السين فصاد اجمع العمود كله بـ 145 خانة سين تربيع اللي هي سين في سين سين في سين أو سين في نفسها يبقى 4 في 4 ب 16 5 في 5 ب 25 6 في 6 ب 36 5 في 5 ب 25 2 في 2 ب 4 3 في 3 ب 9 10 في 10 ب 100 اجمع العمود كله 215 خانة صاد تربيع اضرب الصاد في نفسها 9 في 9 ب 81 2 في 2 ب 4 3 في 3 ب 9 3 في 3 ب 9 2 في 2 ب 4 4 في 4 ب 16 5 في 5 ب 25 اجمع العمود كله ب 148 كده معاك 5 مجاميع مجموع سين ب 35 مجساد ب 28 مجسين ساد ب 145 مجسين تربيع ب 215 مجساد تربيع ب 148 هنطبق على طول قانون بيرسون الريه بتساوي نون في مجسين ساد ناقص مجسين في مجساد على جزر نون في مجسين تربيع ناقص مجسين لكل تربيع في القوس الثاني نون مجساد تربيع ناقص مجساد لكل تربيع واعتعود تعويض مباشر يبقى النون ب 7 في مجسين ساد ب 145 ناقص مجسين ب 35 في مجساد 28 على القوس الأول نون ب 7 في مجسين تربيع 215 ناقص مجسين الكل تربيع ب 35 تربيع وفي نفسها وقفل القوس ويفتح القوس الثاني 7 في 148 ناقص 28 الكل تربيع يعني الريه يطلع ب 13 من 100 موجب يبقى طردي وعلامة واحد يبقى ضعيف نفتكر مع بعض قانون من القانون المهمة جدا برضو اللي هي معامل ارتباط سبيرمان معامل ارتباط سبيرمان ده يصلح للقيم الرقمية والوصفية في سبيرمان بيصلح للقيم الرقمية والوصفية أما معامل ارتباط بيرسون بيصلح للقيم الرقمية فقط يعني دي برضو من الأجزاء المهمة أنك تبقى عارف إيه الفرق بين معامل ارتباط الرتب لسبيرمان ومعامل ارتباط العزوم لبيرسون يبقى بيرسون بيصلح للقيم الرقمية فقط وسبيرمان بيصلح للقيم الرقمية وكمان القيم الوصفية طيب حد يفكرني كده بقانون معامل ارتباط سبيرمان هتقول للرهب يساوي واحد ناقص شرطة كسر فوق في المقام ستة مجي فيه تربيع فوق في البصت ستة مجي فيه تربيع تحت في المقام نون في نون تربيع ناقص واحد اذا قال انت انا مجي فيه تربيع باربيعين لعدد قيم تسعة النون بتسعة ومجي فيه تربيع كانت باربيعين احسب معامل ارتباط سبيرمان هتقول لي على طول هقول لي معامل ارتباط سبيرمان الرهب يساوي واحد ناقص ستة مجي فيه تربيع على نون في نون تربيع ناقص واحد يبقى الرهب تساوي واحد ناقص ستة فاربيعين على النوم بتسعف 81 ناقص 1 يبقى الرئيس يساوي 1 ناقص 33 من 100 او على طول بالقالة الحزبة يطلع 67 من 100 طرد متوسط من الموضوعات المهمة جدا موضوع التوزيع الطبيعي وموضوع التوزيع الطبيعي بينقسم لتوزيع طبيعي معياري وتوزيع طبيعي غير معياري التوزيع الطبيعي المعياري اللي هو تم حساب القيم بتاعته وتحط في جدول المساحات التوزيع الطبيعي المعياري الوسط الحسابي بتاعه بيساوي 0 والانحراف المعياري بتاعه بيساوي 1 والتباين كمان طبعا بيساوي 1 نقولها تاني توزيع الطبيعي الوسط الحسابي بتاعه بيساوي 0 والانحراف المعياري بتاعه بيساوي 1 طب يا مصر في الانتحان أنا بطلخبط هو ده معياري ولا غير معياري أقول لك المعياري 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 أرقامه صغيرة أرقامه صغيرة يعني صاد أكبر من اتنين صاد أقل من واحد ونص صاد محصورة من واحد واثنين صاد محصورة من سالب واحد واثنين هتلاقي الأرقام كلها أرقام صغيرة أكبر رقم ممكن يجي لك فيه تلاتة ونص أما الغير معياري هتلاقي أرقامه كبيرة ستين اتنين وسبعين تلتمية ربعمية خمسمية أي رقم فوق الثلاثة ونص يبقى غير معياري طب سعدتك أعرف إزاي فرق كمان قال لي في الغير معياري بتبقى سين في المعياري بتكون صاد طب لو جالي غير معياري لازم أحوله لمعياري عن طريق قانون الدرجة المعيارية الدرجة المعيارية الصاد بتساوي سين ناقص ميو على سجمة سين ناقص ميو على سجمة الميو اللي هي المتوسط الحسابي والسجمة لانحراف المعياري تعالوا بقى مع بعض نشوف تمرين على موضوع التوزيع الطبيعي هتقول لي احسب احتمال صاد أقل من سالب اتنين عايز يحسب احتمال صاد أقل من كام؟ من سالب اتنين اقول لك دايما نرسم الأول ارسم الرسمة بتاعتك خدت بالك وإحنا بنرسم اهو عملنا الرسمة ورسمنا في الجزء السالب اه طبعا ما انا عندي الجزء اليمين اللي هو بين الصفر والموجب مالا نهاية ده الجزء الموجب ومن الصفر والسالب مالا نهاية ده الجزء السالب طب انا عندي القيمة سالبة احطها هنا ولا هنا طبعا في الجزء السالب اسقط عمود عند السالب اتنين وظلل مع اتجاه فتحة العلامة فتحة العلامة يا جماعة هو ماشية كده يبقى اوخذ من اول الخط اللي انا اسقطه العمود اللي انا اسقطه واظلل في اتجاه فتحة العلامة كده سيادتك خلصت الرسم بقى الحساب احسب الاحتمال ازاي قال لي لو فيه جزء فاضي بين الرسم وخط المنتصف يبقى لازم يكون فيه ناقص اهو يبقى نص ناقص المساحة بتاعت الاتنين نص ناقص مساحة الاتنين طب مساحة الاتنين دي هتبص في امتحان الاحصة تحت هتدي لك جدول المساحات تاخد المساحة اللي قدام رقم كام اتنين تقول لي بس دي سالب اتنين اقولك ما هو ما فيش كشف بالسالب بس انت هتاخد القيمة الايه المجابة اللي هي علامة 4772 تترحى من النص يدي لك علامة 0228 ولكن في الرسم انا رسمت في الايه في السالب انما الحساب قيمة الاتنين هي ايه قيمة السالب اتنين عند حساب الاحتمال ده كان تمرين تمرين تاني جميل جدا الصد محصورة بين سالب نص ومجاب اتنين هترسم الاول المنحنى وتسقط خط المنتصب عنده النص ايه عند السفر خط المنتصب عند الكام عند السفر تقول لي هرسم السالب نص في الجزء السالب والمجاب اتنين في الجزء المجاب والظل من السالة نص للصفر والموجب الاثنين للصفر دول كان مساحة عندك قلت لي مساحتين اقولك اجمعهم مع بعض بقى يبقى عايز الاحتمال تجمع مساحة النص اللي احنا جبناها 10-15 من جدول المساحات ومساحة الاثنين اللي جبناها ب4-7-7-2 من جدول المساحات اجمع الاثنين دول كده يطلع علامة 66-87 كده انت حسبت لاحتمال طيب رجعنا على سؤال عينات يعني برضو نستعرضه سريعا كده عشان ما نضيعش فيه وقت وعرفنا الاحتمال اللي هو نسبة تحقق الحدث الى المجموعة الكلية وعرفنا الحدث هو جزء من فضاء العينة او المجموعة الصغرى من فضاء العينة والحدث المستحيل هو الذي لا يمكن وقوعه مطلقا اكمل احتمال احتمال الف بيسوي ايه؟ قلت له بيسوي واحد مقص احتمال الف شرطة احتمال الف بيسوي واحد مقص احتمال متمن طب لو قالك احتمال الف شرطة بيسوي ايه؟ قل له واحد مقص الاحتمال الاصل طب اذا كان احتمال الف فرق به بيسوي احتمال الف فقط يبقى الاحداث دي احداث متنافية يبقى الاحداث دي احداث متنافية ليه؟ سمع طالب شاطر قال للاحداث المتنافية ليس لها تقاطع الأحداث المتنافية ليس لها تقاطع في تجربة إلقاء حجر نرد مرة واحدة وملاحظة الوجه الظاهر طبعاً إلقاء حجر نرد مرة واحدة سمأ الشطار كلهم بيقول لي قبل ما تتكلم اعمل فضاء العينة بيساوي 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6 حفظنا برافو عليكم طبعاً يبقى فضاء العينة أول ما تجيني مسألة فضاء العينة بعمل الفيه بيساوي 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6 جبت فضاء العينة أبتدي بقى أقرأ المطلوب اللي عندي واشوفه وعاوز إيه مني ساعتك عاوز احتمال الحدث السيني يمثل زهور عدد أولي طب ما احنا قلنا العدد الأولي اللي هو 2 و 3 و 5 كم أنصر؟ قلت لي 3 فضاء العينة كم أنصر؟ قلت لي 6 اقسم 3 على 6 عملناها في بداية الحلقة وكانت بنص عايز احتمال عدد زوجي برضو نفس الكلام اللي 2 وال4 وال6 وعملناها وطلعت بنص طيب عندي كمان الحدث نقطة والحدث الذي عناصره تساوي أو تكون نفس عناصر فضاء العينة حدث إيه ده؟ إيه الحدث اللي عناصره؟ نفس عناصر فضاء العينة؟ قلت ليه ده الحدث المؤكد ده الحدث المؤكد لأن الحدث المؤكد هو الحدث الذي عناصره هي نفس عناصر فضاء العينة طيب عدد عناصر فضاء العينة من إلقاء قطعة نقود 3 مرات إنت قلت كم مرة؟ 3 مرات حط في القص نواتك فضاء العينة اللي هو إيه؟ صورة وكتابة يبقى تلاتة قص اتنين حط في الأساس نواتك فضاء العينة صورة وكتابة بكم؟ 2 قص كم مرة؟ قص 3 يبقى 2 قص 3 بـ 8 2 قص 3 بكم؟ ب 8 هذه الإجابة بتاعة حضرتك الاحتمالات أظن رجعناها برضو بما فيه الكفاية طيب التمرين ده من التمرين اللي مهمة جدا جدا وعايزك تركز فيه إذا كان فضاء العينة 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو كام؟ أو 5 سامع طالب بيقول لي انت نسيت الستة يا مستر اللي قال ما نسيتش الستة ركز بقى معاه في الجزئية اللي جاية دي انت اللي متعود ان في تقربة القاء قطعة نقود في تقربة القاء زهرة نارد مرة واحدة على طول كل لها بنكتب لحد ستة ايوة مستر ما هو الكلام ده سليم؟ اه طبعا سليم بس هل هنا أنا قلتلك ان دي زهرة نارد؟ قلت لا انت قلتلي فيه بتساوي يبقى كان ممكن صندوق بيه خمس كرات يبقى واحد واتنين وزهرة أربعة وخمسة يبقى مش لازم تكون ظهرة نارد يبقى هو ده فضاء العين اللي متدهولك يبقى لازم تشتغل على الفضل اللي هو متدهولك مش على الستة احسب احتمال ظهور عدد فردي قلتلي عدد الفردي اللي عندي واحد وثلاثة وخمسة طيب الاحتمال يبقى ثلاث عناصر من اصل كان بقى اوعى تقول لي ثلاثة على ستة لا طبعا ثلاثة على خمسة يطلع بستة من عشرة دي مسألة من المسائل المهمة جدا وعلى فكرة ممكن يجيب لك فضاء العين لحد تسعة ما عنديش مشكلة ممكن يجيب لك لحد عشرة يعني فضاء العينة لو هو قال لي اذا علمت ان فضاء العينة بيسوي واحد او اتنين او ثلاثة او اربعة او خمسة او ستة او سبعة تقول له غلط لا طبعا هو ما اديك تجربة غير تجربة ظهرة النالد ارجع تاني بقى اكد لك على المعلومة وديك فضاء العينة لحد ستة عشان ما تقوليش انها حفظ لا يعني موضوع فهم في الاول في الاخر اوجد احتمال ظهور عدد زوجي واولي عاوز هنا بقى ايه زوجي واولي في نفس الوقت ما عنديش غير الاتنين هي اللي تصلح زوجي واولي في نفس الوقت طب لو قال لي زوجي او اولي يقولوا كلهم عدد واحد كلهم عدد واحد يبقى خمسة على ستة طب مدرسة تجارية مشتركة عدد الطلبة كلهم متين وخمسين سبيان وبنات منهم مية ولد مية ذكور يبقى فاضل كان بنت برافو عليك قلتلي مية وخمسين اوجد احتمال اختيار طالب بطريقة عشوائية وان يكون هذا الطالب من الاناس يبقى مية وخمسين بنت على مية وخمسين المدرسة كلها يطلع ستة من عشرة تب احتمال اختيار طالب من الزكور عدد الزكور مية على مية وخمسين يطلع اربعة من عشرة ودي احداث متنافية لازم مجموعهم يدي واحد صحيح اكمل احتمال الف شرطة تقاطع به شرط الشرطة على الاتنين واحد واعكس يبقى واحد ناقص للتحاد برافو عليك يبقى احنا كده عندي برضو تمرين بيقول لي سندوق به بطاقات مرقمة من واحد الى كام الى خمس اكتب فضائي العينة ثم حسب احتمال ظهور عدد زوجي هنا فضائي العينة بيقولك من واحد لخمس يبقى ما تقدرش تعمل اي حاجة غير لك تقول واحد او اتنين او تلاتة او اربعة او خمسة وعدد زوجي الاتنين والا اربعة فقط طب الاحتمال يبقى اتنين يبقى عدد العاصر اتنين على عدد فضائي العينة خمسة يبقى اتنين على خمسة بيساوي اربعة من عشرة برضو مسألة الاحتمالات يعني عملنا النهاردة اكتر من تمرين احتمال عشان بس ما ضيعش وقت الحلقة في نفس التمرين مقررة طيب اذا كان فيه بيساوي واحد او اتنين او تلاتة او اربعة او خمسة او ستة اوجد احتمال ظهور عدد زوجي او اولي عايز احتمال ظهور عدد زوجي او اولي خلي بالك او اولي بعاية كل الزوجي وكل الاولي لما هناك في التمرين الفات قال لي زوجي واولي انا خدت رقم واحد يصلح ان يكون زوجي ويصلح ان يكون اولي وملقيتش في الارقام كلها رقم يصلح ان يكون زوجي واولي في نفس الوقت غير رقم اثنين أما زوجي وأولي هاخد كل الزوجي كل الأولي هتلاقي الزوجي كله 2 و 4 و 6 والأولي كله 2 و 3 و 5 يبقى ما تكررش هتاخد 2 و 3 و 4 و 5 و 6 الوحيد اللي استبعدناه كان الواحد يبقى كده الاحتمال 5 على 6 بص معايا كده في الحل تاني أنا قلت فضاء العينة 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6 حدث ظهور عدد زوجي أو أول يبقى 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6 احتمال الزهور عدد عناصر الحدث كانوا 5 على عدد عناصر فيه كانوا 6 يبقى 5 على 6 فيها 83 من 100 طب عرف فراغ العينة والتجربة العشوائية تعرفين دول مهمين جدا فراغ العينة اللي عندي بيقول لي إن فراغ العينة هو جميع النواتج الممكنة وفي ناس بتسميه فضاء العينة ويرمز له بالرمز فيه تاب التجربة العشوائية بقى أقولك التجربة العشوائية هي تجربة معلوم جميع نواتجها مسبقة أنا عارف كل النواتج قبل ما أعملها ولكن ما أقدرش يحدد بالزبط إيه اللي هيحصل فيها يعني إيه؟ يعني حدثك مسكت قطعة نقود تقدر ترميها كده الفوق على سطحة أملس؟ هتقول لي أنا قبل ما رميها أقدر أقولك هتطلع يا صورة يا كتاب أيوة ما أنا عارف إنها تطلع يا صورة يا كتاب بس تقدر تحدد بالدقة وبالزبط إيه اللي هيطلع؟ الصورة أو الكتابة؟ قلت لي أيوة يبقى دي كده أنا ما أقدرش يحدد بدقة أيوة ما سوف يقع يبقى دي هي التجربة العشوائية زي برضو ما أقولك في مباراة لقرة القدم تقول لي قبل ما لمطش يبدأ هنا أنا بقولك يا يطلع فوز يا يطلع تعادل يا يطلع هزيمة طبعا بس تقدر تحدد بالزبط الله أعلم يبقى كده التجربة العشوائية هي تجربة معلوم مسبقا جميع نواتجها كل النواتج إحنا عارفنا قبل إجرائها يبقى هي تجربة معلوم مسبقا جميع نواتجها قبل إجرائها دون الجزم أي منها سوف يقع ما أقدرش أجزم مين فيها اللي يقع بالزبط لما تقول لي أنا معيها ظهرة النار ده وهرميها كده على سطح أملس هرمي ظهرة النار على سطح أملس تقول لي قبل ما رميها يطلع يا واحد يا اتنين يا تلاتة يا ربعة يا خمسة يا ست صح؟ هتطلع أي حاجة من دول طب تقدر تحدد هتطلع كم؟ تقول لي الله أعلم يبقى التجربة العشوائية هي تجربة معلوم مسبقا جميعنا وتجا قبل إجرائها دون الجزم أي منها سوف يقع طب عندي برضو تمرين عشان بس وقت حلقتنا بيقول لي إيه؟ صاد أكبر من واحد ونص خلي بالك أنا هرسم في الموجب هرسم في الجزء الموجب الواحد ونص وأظلل مع اتجاه فتحة العلامة أهو مع اتجاه فتحة العلامة يبقى أنا رسمت الرسمة بتاعتي رسمت الواحد ونص في الموجب وظللت مع اتجاه فتحة العلامة في اليمينة هي ماشي كده طيب أنا قلت لك قبل كده لو فيه مساحة فاضية بين السفر والرقم بتاعك وتظليني في اتجاه واحد قولي نص ناقص لإيه؟ المساحة يبقى نص ناقص مساحة الواحد ونص يعني نص ناقص علامة 4332 يطلع علامة 0668 الحقيقة كنت أتمنى أكمل معاكم 80 أكتر من كده ولكن دايماً الأوقات السعيدة بتمر بسرعة تشرفت وساعدت جداً بلقائي على شاشة مصر التعليمية مع عزائي طلبة وطلبة الصف الثالث السنوي التجاري لمادة الإحصاء وإن شاء الله على وعد وأمل باللقاء كان معكم فتح عبد الكريم من وزارة التربية والتعليم شكراً لحظة